على صعيد آخر قرر غبطة البطريار بات سبالة تعيين كل المل الأب جياكومو كاهناً مساعداً في رعية القديس بولوس الرسول في جبيهة بعمان والأب باولو كاهناً مساعداً في رعية قلب مريم الطاهر في الفحص والأب إيجينو في نيابة القديس يعقوب للناطقين باللغة العبرية في حيفا جاء ذلك خلال ترأسه للرسامة الكهنويتية لعدد من الكهنة الجدد في معهد أم الفادي جاء ذلك خلال ترأسه للرسامة الكهنويتية لعدد من الكهنة الجدد في معهد أم الفادي بمشاركة عدد من المطارنة والأباء الكهنة والرهبان والرهبات وحضور جمع من المؤمنين وأشار غبطته في عظة القداس إلى أن كونكم كهنة يعني أن تكونوا خدماً لشعب الله لا أن يخدموكم الناس وأنت ابتعدوا عن تحقيق مصالحكم الخاصة وأنت سعون لخير الجميع طالما كرستم أنفسكم لأن تضحوا بأرواحكم من أجل القطيع